بيد تلوح بالرد العسكري وبأخرى تهدد بالعقوبات الاقتصادية على هذه الوتيرة تسير واشنطن في التعامل مع التهديد الروسي المحتمل بغزو أوكرانيا إدارة بايدن التي وعدت بالتصدي العسكري لبوتين إذا ما فكر باجتياح أوكرانيا غيرت من لهجتها قليلا ولجأت إلى التهديد الاقتصادي بحزمة عقوبات أقصاها استبعاد روسيا من نظام سويفت المالي ويمكن أن تكون العقوبات واسعة النطاق مثل الحظر المفروض على كوبا أو محددة الهدف وهو النهج المفضل على نطاق واسع كما يبدو في العقود الأخيرة وفي بعض الحالات تذهب العقوبات إلى أبعد من ذلك حيث تمنع الأمريكيين من التعامل مع طرف لديه أعمال تجارية مع الكيان أو الشخص المعاقب كما يمكن للعقوبات أن تستهدف الفرص الاقتصادية والتجارية فغالبا ما تشمل منع إصدار تأشير الدخول لأمريكا أو تجميدها وكذلك تجميد الحسابات المصرفية ورغم تزايد أهمية العقوبات في السياسة الخارجية الأمريكية إلا أن نتائجها لن تكون مؤثرة فعلى مر السنوات السابقة فرضت واشنطن عقوبات كثيرة على طهران وازدادت في عهد ترامب لكن النظام الإيراني لم يتراجع عن مخططاته النووية واستمر في سياسته التوسعية في المنطقة كذلك روسيا سبق لها أن واجهت عقوبات أمريكية بعد اجتياح شبه جزيرة القرم ولم تثنها العقوبات عن سياستها تخلي واشنطن عن اللهجة العسكرية تجاه روسيا ولجوءها للتهديد الاقتصادي يكشفان عن فتور أمريكي وتخبط في التعامل مع الملفات الخارجية يدفع ثمنه الحلفاء المقربون لأمريكا